فالله ناسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلأ لأك القمار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله والكلام في الصفات كالكلام في الذات فكما أن نثبت ذاتا لا تشبه الذوات فكذا نقول فيه نتهينا من كل هذا شيخ مقطع عشان يبقى كامل لا ما فيش مقطع كامل هتقول كما أننا لا نبغض أصحاب رسول الله تبدأ منه أو ممكن تقول فانا مشابه الصفات الله بساطة المخبوض كل هذا تكلمنا عنه اتفضل شيء استرد كيف ماشي قالت فليس كمثبي الشيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين ولا نزين عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنئين وتلقيب المفترين كما أننا لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسيئة الروافض لنا مواصب لأ أتوا صباحا أتوا من من أتأخرت عليكم عشان كنت معاهم يعني عجبوني عجبوني انت ليس هجيب انت فيه مش كما كمان تعجيبهم مين بيسألك هاتولي 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 تعال يا وش السعد تعال يا وجه الفلاحي والخير اللي هو الأخ نفسه مش نأكد عليهم عشان ننكد عليهم عبا شو عارب يقولي سمحها منك عشان ننكد عليهم مش عشان نأكد عليهم آآ لا بعد المغرب نص ساعة نص ساعة يعني عكماني كمانية يا كواز جدا كله اتصلت بالأخ اتصلت بالأخ أخ مين هات أوه ما اتصلتش اتصلت والتليفون تفضل تفضل رشيد قال فلا نشبه صفات ليه بصفات المخلوقين ولا نزيل علمه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنئين هذه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة دون اعتقاد أهل البدعة والضلالة الذين يحرفون الكلمة عن مواضيع منهم من شبه الله بخلقي ومنهم من شبهه بالعدم وكلهما على الضلال المبين والسنة والجماعة أثبتوا لله من أثبته لنفسه وأثبته الله رسوله من غير تجبيه ولا تمثيل وعند التنزيم غير تعطيل والتكيف يثبتونه ولا أسألون عنه لأنه غيب يسلمون له قال كما أن لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصل الله ولا نكذب بقدر الله تعالى ونجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القادرية لنا مجبرة ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية 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 أشوف قال المعتزلة والأشعارة الآن ينتحلون هذا كلام نبتة نبتة سوء حشوية مجسمة ممثلة وهو الرجل الذي بعث إلى أخينا الأستاذ محمد حجر على تكثيري بأننا أكفر أهل الأرض أسعد بذلك والله أكفر أهل الأرض بالصنم والشيطان وبالنفاق ونحن أعبد أهل الأرض بالله على بحسن إزبات الصفات فقال للممثل المجسم الله عبد الوثن في هذا الباب هم يقولون ذلك على أهل السنة والجماعة ما أسعدنا ما قيل من زمن بعيد قيل الآن ولله الحمد والمن أعطف كما قيل فإن كان تكسيما ثبوت صفاته تعالى فإن اليوم عبد مبسمه مبسمه ورضي الله عن الشيط وما أنت ما قلتش فإن كان تكسيما ثبوت صفاته فإني بحمد الله لها مثبته ماذا عندك في نسخة دي ماشي وإن كان موجودا ماشي ماشي وش هون بخلص ورضي الله عن الشفعين ورضي الله عن الشفعين إذ يقول إن كان رفضا حب آل محمده فليشهد الثقلان أني رافضه ممتاز جزاكم الله عننا خيرا أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم في هذا الباب نقول أنه قال كما أننا لنبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسميت الوافض لنا نواصل هذا الأمر في مسألة تام وممتان المسألة الأولى بأننا لا يحركنا بغض أحد أو قرب أحد أو رضا أحد عننا أو غضب أحد علينا لا يحركنا الناس ولا أهواء الناس ولا أهواء الناس ما يحركنا إلا ما ثبت في الكتاب والسنة ولذلك كثير من من جاءني ينصحني وقال لي لا نريد منك إلا أن تقول المسألة خلاف فقط المسألة خلاف قل بين الأشعار والسنة جماعة المسألة خلاف وستارة ورأي أرأي زرغيت أرأي دا المسألة أم الخلاف وأسه وأساسه وركن الركن بيننا بينهم ولا نقول مثل ما قال الجهلة أهل السنة هم أهل الأثر والأشعار المترودية وهذا جهل مركب وضعف في النظر وضآلة في العلم بذات علم العقيدة طبعا بذات علم العقيدة بون شاسع وفرق واسع بين أهل السنة والأشعار المترودية نعم التقارب من أشعار المترودية موجود موجود هما صنف واحد الفرق بينهما يسير لكن بون شاسع وفرق واسع بين أهل السنة أهل الأثر والحديث وبين الأشعار فقولوا مثل ما تقولون أنت تحسبني أنني أعبأ بك وبجيشك الذي خلفك في هذا الباب أن تحارب المهمة أنا في جانب النبي أم مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنت في جانب النبي يا إمتا في جانب الشيطان لأن النبي خط خطا واحدا وخط خطوطا حوله وقال هذا سراط الله المستقيم انتهى بعدت عن هذا الخط هدت عن الطريق تخطفتك الشياطين لا محال وكل بنسبه وقدره وكل بنسب نسبته وقدره فإن كلام الناس لا يحركنا ولذا أشوف الكلام شو مخيم يريد أن يوجه شخصية المسلم الرصينة الرصخة القوية التي تقول ما يهمني الناس جميعا أمامي معارضين وأنا أمامهم واقف على ما ألا عليه اللي يقولون وقدر الجماعة خير من صف الرجل كلمة حق أريد بها باطل كلمة حق أريد بها باطل نعم كدر الجماعة خير من صف الرجل إن كنتم على حق وإن كان الرجل الذي انفرض على إيش على باطل لكن لو كان العالم النبيل على انفراد على حق والجماعة المجمع بأسرها على أباطل أنت الجماعة لو كنت وحدك إن معاذا كان أمتا قال لي ابن مسعود إن أبراهيم قال اسكتوا إن معاذا كان أمتا هو يبين لهم يقول لهم المسألة ليست توقف على إبراهيم كل من قام مقام إبراهيم فهو كذلك إن أبراهيم كان أمة قانتا أنت الجماعة إن كنت على الحق ولو كنت وحده لذلك ألا تستغرب أن يقال كما في صنع البربهاري أن يقال لإسحاق بن الراهوي من الجماعة قال العلماء ألا قايت شوف 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 أنتو شوف إحنا عايشين فين تحذبية والشباب الصغير بيحارب وبالرب شهر صغير إياكم وإياه إنه يتكبر على مشيخ يا كذاب ألا تدلل طبئ تخليك رجل صادق وجعلها جلسة عامة وبين أن هذا رجل يتكبر على مشيخ يا كذاب تريد أن ينطل كلامك على الصغار بمثل هذا وإنه يشمخ بأنف على مشيخه ولا يسمع الكلام وإنه ماشي بدماغه وماشي براسه وكلام الحصيرة اللي أنتو تعلمونه الكثير الذي ليس فيه فائدة لا قل تعالى حدد الحد بالعلم يا رجل قال أنت لو من الجماعة قال العلماء انتهى يبقى إذن عليك ماذا تفعل أن تضع العالم إيه أصل والحواشي هم الذين يلتفون حوله إذن ما احنا بنعمل إيه التحذب أصل وبعدين العالم ده نشوفه إيه على دماغيتنا لا مجيش بعين العالم هذا ننظر هل يردينا 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 ولا مش هيردينا ها ده اتقال لطالب العلم معايجة ها أنا عايزين العلم ده ما ينتخطعش عايزين العلم ينتفع بيننا تقول فيه إيه يا أنت معك مقص يعني أنت ستقص شريط العلم فلا ينتبع بيننا ستوقعنا بيرمي إلى شيء ما وراء الحدث يعني ها أنا عايزين الناس ينتفع يعني هتنام معنا وعتقول ما نقول ولا لا فقال انتظروني يومين سأتيكم بالورقة التي أختم فيها على ما تريدين فطبعا الورقة التي ذهبت هدمت عروش المسألة بأصلها فتعجبوا إيه إيه اللي بيحصل بيحصل أن العالم لا يعطي لدينه فليما نعطي الدانية في ديننا المدهانة لا تصح لعالم يا أخي أنت اعصي وإياك أن تداهم في دينك اعصي لأنه أنت معصيتك متقلبة مع حسناتك وهي قريبة لإيه للعفو والمغفرة إنما المدهانة في الدين لا المدهانة في الدين منتهية منتهية وده لو تدهن فأدوه لكنيش قال له قال له قال له لي أغفر لك ما يتقدم من دمك وما تأخذ لكن تدهن في الدين لا انتهى فعقيقة الأمر كلام الناس لا يعنينا طلع بقى الآن الجيوش المجاشة عندك إذا خلق خمسة يقول لك طبق المسألة وكان أصلا الصفات والنبي ابن عباس مش قال الساق شدة ويطلع لك واحدة يقول لك يا أخي طب ما تسمع ما تعمل معك زي الأعربي الراجل اللي دخل علينا بتلت مناظر كلها كاميرات أفلان بتلت مناظر المنظر الأول عندما دخل قال لك حزب التحرير وقلنا له انتم فيكم ضلال وفيكم بعد طلع التاني قال لي يا لو استقبلته وبحنوب وبرفق كالأعربي كمجن جامعاك وهو أصلا مجلوه شحص واحد لعب ثلاث أدوار لو وجدوا ممثلا رائعا فلعبوه ثلاث أدوار يخش يتشتب يتقل تاني يقول لك ده أنا أنا أبين أن الراجل ده ده بدأ أدب العلماء هو ده عشان يشاوشع الناس لكن طالما أنت معك طالما أنت ربطهم على على الفهم سيفهمون وجاج مثل هذا فمهما اجتمع الناس فقالوا عليك ما دمت على الحق فقم هكذا وهذا لا يتأتى قط إلا لطالب علم المضخ لكن أغلب أغلب من تراه إمعا سيميله مع كل يشف مع كل ريح مع كل ريح سيميل وزياد بن سعود يقول لا يكن أحدكم إمعا فليوطل نفسه على القير من أحسن ناس أحسن من أبسد ناس أبسد لا يكن أحدكم إمعا ودي لا تتأتى إلا لطالب علم راصخ مش ههمه أنتم بحور معكم مفيش مشاكل النبي جابه النبي جابه واقعا كاملا واقعا كاملا غطه الأصنام والأوسان وعبادته هل تغير بهم لحظة حتى لما مالت نفسه بس ليدعوهم الله ألقف وش قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كت تركا شيئا قليلا شبها التحديد إذن أذقناك لقد كترح فالعبت لقد كترح فالماتي نصير هو هذا ولولا أن ثبتناك لقد ترك شيئا قليلا فأنت في واقع لا يهم أنك صوالات وجولات أهل الباطل دي كلها زوبعة فيش اسمها لما تكون مدخن تجلس وتتحك وتقول أسمع جعجعة بلا طح ما فيش طحية ما فيش طحية يا هوا هوا فإيه اللي هيحصل عمون كترح بلهم ما يحبون المسألة الخلفية جبلهم الرجل اللي هيقول الهوا هواية الهوا هواية خليكم في يوم ما دقيق دي أقصى شيء هيصلون إليه الهوا هواية لكن الطحن حقا عند التأصيل العلمي فلذلك هو يشوف يقول يؤسس لك والله لو نظرت إلى دقائق ما يقوله ابن القيب تربية لشخصية طالب العلم نحننا لا نترك ما عليه من عقيدة الصحيحة لتسمية الرافض لنا نواصف لا بعيد خليهم يسموننا يسموننا عبدة أوثان يسموننا حشوية نبتة سوء مهابيل سمي كما سمي تسمي كما تسمي فطالب العلم الراسخ يعلم أنه إيه؟ على حق ويقول سيئة الظلام وريح تلعب وسنرى بعدها لما تنقشع الغمة من الذي يسيره على السوية وسوف ترى حين ينجل الغبار أفرس تحتك أم حمار ده باغل كبير مش حمار ده باغلة ده باغلة وسوف ترى حين ينجل الغبار أفرس تحتك أم حمار ويأتوننا ويقولون تب تب ميلوا كلوا في الخلاف قلنا لهم طلب النبيات أولم يسلك مسالكها الناس سفينا تلتاجي على هل يا بس سنرى سنرى سفينة نوح كيف ستكون في هذا الباب ولذلك قال اتهامنا بالنصب لا يبعدنا عن محبة الصحابة ومحبة الصحابة الأخيار دين ندين الله به قال الإمام مالك كنا نربي صبياننا الصغار كنا نربي سبياننا كنا نصبي نربي صبياننا هي على حب الصحابة دين كنا نربي صبياننا على أن حب الصحابة دين ولذلك النبي قال آية الإيمان محبة الأنصار وآية النفاق إيش بغض الأنصار آية الإيمان محبة الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وعلى المهاجين إن قيل في الأنصار يكونوا من باب أولى في إيش لماذا؟ لأن المهاجين أفضل من الأنصار يبقى نقول لهذا الرجل البئيس التعيس الخبيس هذا الدلدول الكبير الذي خرج فسبب نباز بن عسلمين وسبب أئمة الحرم نحن لسنا نتكلم عن أئمة الحرم ما لا نشأن بهذا الباب لكن نتكلم عنه سبب سبب رموز أهل السنة بعد كده المغزول ماذا فعل هم ورعاته الذين يرعون على على مراعاة مثل هذا الخبيس البئيس ها؟ خرج بعد ذلك فتطاول على معاوية رضي الله عنه إن شاء الله يبوؤون بإسمه لأنهم لا يرجعون للعلماء حقا أين علماءكم؟ مش في علماء عندكم وهم دخلين أنتوا دخلين وأعلم ومش أعلم علماءكم ما يقولون لكم الجر على العلماء نفق الجر على العلماء العلماء يعني هلك كلهم كأن أمهم والدتهم شرباط شرباط الرجل بيقول لك اسكتوا لحوم العلماء بسبوسة حط على بقى جوزهند وإيه؟ لحوم العلماء بسبوسة وبيستهزئ بيستهزئ يا فرحة والدته بيه ده ده أفرح النساء الوالدته ده ده فرح كبير ده عملته أسبوع وصل لغاية وصل لغاية مشارك أرض ومغرب من شدة الدم الخفيف واللطف اللي هو فيه واللحوم العلماء بسبوسة طيب يا أبو دم الخفيف أنا خلاص متنا من الضحك فيما فيما قلت جرأ ليس بعدها جرأ في هذا الباب فهذه كما قلت نحن مهما تطاول من تطاول واجتمعوا جميعا فإنهم لن يردون عن إيش عن الحق لا سيما وأننا نبرهن ونبين أن الحق معنا بقال الله قال الرسول قال قال وإن 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 وأن يسموننا ناصبا من النواصب فإنه لا لا يزحزحنا عن حب الصحابة وحب الصحابة دين كما قلت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية آية الإيمان حب الأنصار والمهاجرين وأنا أقول لهذا الرجل وآية النفاق بغض الإش الأنصار والمهاجرين وأنت تقول أن معاوية استغفو الله قال كلمة ابعد معاوية بقى الآن استغفو الله قال سين خبيث خال المؤمنين كاتب الله كاتب الوح الأمين يقال عليه خبيث اللي غاب عن كل أهل السنة عن كثير معاوية لم ينازع عاليا قط وده اللي ما يفهموش لإخوه معاوية أصالة حتى في حرب الجمل وصفين لم يحارب لم يحارب عاليا قط ولم يزعو منه أحق منه بالخلافة هو قال يا جماعة الخير أنا ولي الدم من بني جلداتي أنا ولي الدم أطالب بدم عثمان ده اللي عمل وأخطأ لأنه أخرج على ولي أمري وأخطأ إشكاد فأخطأ هو خال المؤمنين طيب تقول عليه تقول على مثل ذلك الذي ارتضاه النساء يكتب الوح بيكتب ما قاله جبريل تقول عليه كذا استغفر الله فنحن نقول فقولوا ما ما تريدون قولوا ما تريدون لن تردون عن الحق وحب الصحابة دين ندينه به ندين الله به ولذلك جاءت الآيات والأحاديث كثيرة في فضل الصحابة قال الله تعالى لقد تاب الله على المؤمنين على النبي والمهاجرين والأنصار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغوا قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وين وجه الشاهد من المتح في هذه الآلة العظيمة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغوا قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم أين المتح في هذا أين وجه الشاهد وجه الدلالة قد أقول فيها ثلاثة وجوه صدر فيها أه وجه ممتاز وحقيقة الأمر طيب منتاز 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 إشارة قوية جدا لمسألة من الألهم المكان منتاز هو المسائل فيها طيب هنا حقيقة الأمر فيه كثير من الأمر أول شيء لما يقول الله تعالى قد تاب الله على النبي والأنصار والمهجين والأنصار هنا فيها وجوه ثلاثة للدلالة أول شيء عموم التوبة وهذه معناها الرضا التام عليه لأن من تابه تاب الله عليه مع شمول شمول الزل أو المعصية على الجميع الذين ذكرهم النبي والمهجين والأنصار ذكرهم الله تاب عليه هي أن تكون معرض وإن لم يفعل لكن معرض وقال لا دا تاب الله عليك انتهى والتوبة معناها إيش معناها انقلاب الصحيفة بيضاء مقية الحسنات تكون ستكون حسنات هذا الوجه الأول الوجه الثاني دلات الاختران مع تلتيب الفضل لقد تاب الله على النبي له القائد والمهاجرين أفضل الناس على الإطلاق والأنصار بعدهم هم أفضل الناس بعد المهاجرين فقرنهم ودلات الاختران دلالة على الفضل دلالة على الفضل أن فضلهم قريب من فضل النبي نعم هم تلميذهم هم الذين يتربوا على يده هم خيار الناس كأن الله جعل يقول أليس النبي هو سيد الناس خيار الناس الذين ذكروا معه كذلك هم خيار الناس بسهل قال الله تعالى عنهم كنتم خيار وماتل وخرجت وخرجت للناس في هذا الباب أيضا فيها مهمة جدا بيان فضلهم بقوله الذين اتبعوه في ساعة العوصر الشدائد الشدائد كشافة المواقف كشافة هنا هنا الذي قلت الأخ لما قلت له يا أخي ذب عن عرض شيخك دعك الآن تختلف ما تختلف ترى فيه ترى عليه يقول لي الأمر له وعليه قلت ما الجهل المركب الذي أنت فيه أنت قادرك سينزل عندي أنت ما تفهم أقول لك الرعاع تمالأه على النهش فكف النهش أنا أقلت لك أنا أقلت لك أنا أقلت لك واجب عليك الزب عن عرض الأخيار الرجل ده أنت ما تعلم أنه يقيم الليل ما تعلم أنه يقوم أنه يقوم من نصف ساعة يصل الظهر راكع ساجد سواء وافقنا أو خلفنا ما تعلم أنه تصدق بصدقة ما تعلم أنه سامر رمضان ما تعلم أنه راح 25 و 27 حجة وعمرة أنت ما ترعتش حجة وحدة قرابة 30 حجة وعمرة أما تعلم ذلك واجب عليك شوفونا هذه ساعة العسرة ساعة العسرة تنكشف الأمور قال قال مكحل لهم الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغوا قلوب فريقهم زلزلة أيام زلزلة وثبتوا نصر طال لنا ياله من دين لو أن له رجال لما جاءت الزلزلة ماذا قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور ماذا قال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زلهم إلا إيمانا وتسليم لذلك أوردهم أرضا لم يتأوه نعم فإذن نقول في قول الذين اتبعوه الذين اتبعوه في ساعة العسرة مد وصف كاشف لعميمي وعظيمي فضل هؤلاء أنهم في الشدة ظهروا رجالا ويا له من دين لو أن له رجال قال من بعد ما كاد يزيغ كاد قارب لكنهم بلغت القلوب الحناجر وظنون بله الظنون ثم الله رعلا جعلها تستقر المكان وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله خذ بها الذي بعدها أيضا الوجه الرابع ولا الوجه الكامل الوجه الرابع الرابع ثم تاب عليهم الله لقد تاب ثم تاب هذه التوبة الأولى هو توفيقهم للتوبة والتوبة الثانية هو قبولهم لتوبتهم فتوبتك أخي الكريم محفوفة بتوبتين توبة قبلية وتوبة بعدية وذلك قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوب ثم تاب عليهم يتوب الضميرة عادة على إيش على الجماعة جميعا ثم تاب عليهم إنه خذ بها وجه الخامس للتزكية إنه بهم فين التزكية يا شبطار بهم فخصهم خصهم لفضلهم بهم خصهم لفضلهم إنه بهم رؤوف رحيم ألا ألا لعنة الله على الروافض الآية صريحة إنه بهم رؤوف رحيم إنه بهم رؤوف رحيم رأفة ورحمة إذا اجتمع إذن ستر وإيش ستر وعدم وعدم أقوب ستر وعدم أقوب وهذا رد على الروافض الذين يقولون كفروا جميعا إلا إلا بدعة عشر نفر وقد قال الله تعالى أيضا يوم لا يغزي الله النبي والذين أمنوا معهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورانا وغفل لنا إنك على كل شيء قدير هذه أيضا مواضع ثلاثة في هذا الباب الحمد لله أنا يشرح صدري بذلك والشيخ عاطف صريح صريح القول أنه حريص ورب لا يزه أشهد الله على ذلك مع أنه طبعا يوم الاثنين بيتخفى تخفيا يعني تخفيا معلومة معلومة تخفى فيه لكن لكن مثل ذلك إذا جئت به يقال الحسنات تنادي من بعيد فتسقط أنت قال الله تعالى يوم لا يغزي الله النبي والذين أمانوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورانا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير يا لله هذه الآية من أعظم آيات تسكية التسكية لصحابة رسول الله من وين وين هاشطار وجه الشهادة وجه الشاهد وجه الدلالة أيها الصعيدي المتبرد ببركة أولياء ها تبت ومن تاب تاب الله عليه ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رعي فأحمد الله على التوبة وإلا كان زمنهم يرونك معلقا في السقف العلم اللدني وهذا من أعظم العلوم الشيطان يعطيه بلا مقابل الشيطان يعطيه ماذا لهم بلا مقابل ها وين هنا يوم لا يغزي الله النبي والذين أمنوا معهم نورهم يسعى يعني قريب جدا وجه شائد ذلك أنه لي يوم القيامة يوم القيامة يعني مع ذلك الرضا التام عليهم يوم القيامة لأنه قال يوم لا يغزي الله النبي والذين أمنوا معه هذا اليوم المهيب هذا اليوم العظيم وهذا عند المرور على الصراط عندما تنكشف الأحوال يخادعون الله وهو قالوا انذرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور فضر بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظهروا من قبله ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بالا ولكنكم فتنتم أنفسكم وغراتكم من أمني اللهم اغفر لنا اللهم رحمك يا أرحم الراحمين حننيك فأنت أرحم الراحمين لأنه عرصاتهم القيامة قال نورهم يسعى بين أيديهم له نور تام وبأيمانهم يعني بسبب الباب هنا باب إيش باب السببية وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واخفر لنا يسعى بين ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يعني بسبب أيمانهم هذا النور موجود يا لهوي بالإيمان قل جمع أيمانات طيب جمع يمين اليمين من الإيمان وليس من الإيمان يبقى المسألة بالإيمان النور هذا لا يكتسب إلا بالإيمان لا يكون النور إلا المؤمنين والنور المصطنع النور المخدوع هو نور المنافقين فبنفاقهم كان نورهم الذي صار ظلم اللي هو الفجر الكاذب وبأيمان هؤلاء بإيمانهم صار النور الذي يسرون به على على الصراط ولدائك وفسروا كلام النبس بسلام أنه قال ولكل إنسان نور فمنهم من على إصبعه فقط ويمشي به إصبع فقط نور إصبع كل هذا بالإيمان على اليمين تقصد في هذا الباب ويقول يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم يعني ما بين يده في اليمين فقط ما الذي قال بهذا كله نور ويمر كله نور ويمر إذن قلنا النور فقط فين على اليمين على اليمين فقط النور ليمر به لا 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 في هذا الباب هي المسألة البأة سببية نحن مكلم في الأحوال كلها ولو قلتم ذلك أنت البأة هنا هتقول إيش التقل يمين التقل يمين انظر فيها راجعها حتى تكون لأن البأة دي السياق ظاهر أنها بأة سببية فانظر فيها إن شاء الله يكون ينكشف الأمر حتى لا نحيد قال يقولون ربنا أتمم لنا نورا واغفر لنا وتمام النور والمغفرة معناها دخول الجنة كما قال الصعيدي المتبرد قال واتمم ربنا يقولون ربنا وشفونا ناسب أن يقول إيش أن يأتوا بالربوبية لأن هذا المسألة المجال مجال أعطاء أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير كلها من لوازن أغريق كيف قال زكارة كده بس يعني زكارة كده بس السعدي نشوف السعدي بس نشوف يقول بإيش الطبري أوسع أوسع واحد هو قول بأيمانهم هنا الآن فيمشون بأيمانهم يمشون بأيمانهم فقط قالوا نورهم في ذلك الموقف الهائل الصعب كلنا على قدر إيماني كما بينا يبقى الباب أيضاً ستكون سببية في هذا الباب يبشرون عند ذلك بعضهم البشارة فيقال بشراكم اليوم النشاري الطبري يوسع جداً الرؤية بالأثر فلو رجعتم إليها هيكون أشد كتبهم على الكتب يبقى كما قلنا فيها مسألة مسألة الإيمان ما هو الكتب هذا الإيمان عملت الحسنات بالإيمان طب هات النشاري الطبري ما أقتل بشيء آخر خلاص من عندك بقى أنت من عندك حتى ما فيش وقت أنا أتكلم أردن هو يقولون طبعاً كان يقول أخذ الحديث هذا فيه كلام من المؤمن من يدين نوره من المدينة إلى عدن أبيان فصنع فدون ذلك حتى أن المؤمن من لا يدين نوره إلا موضع موضع قدميه أو يؤتون نورهم على قدر الكلام كله على الإيمان نعم هذا قدر أعمالهم شوف 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 الكلام هات الكلام وقال أخوهم بل معنى ذلك يسعى إيمانهم وهداهم بين بين أدي ماذا مسألة السياق مفسر قال بأيمانهم كتبهم وبأيمانهم يأخذون الكتاب لكن يسعى إيمانهم يسعى من أدي وعين كتبهم يقول الله تعالى فأما نمت يا الكتاب وبأيماني أما نقولهم فهداهم في إيمانهم يعني بالإيمان وكلنا على قدر ما ارتسوا من إيمان أيضا قال الله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جهدوا بأموالهم وأنفسهم والأما نقل هناك ولكن الله يعني من ماخيراتها وإيران السنة إذا شاهد الله لهم بالإيمان فقد شاهد لهم بصدقي والإخلاص فيه بصدقي والإخلاص فيه ثم جاهدوا بأموالهم شاهد لهم بالجهاد في اللي هو أعظم الطاعات بالجهاد بالمال وإيش وبالنفس ثم قال وأولئك أولئك هنا إشارة للبعيد إشارة للبعيد لبعد المكانة ورفع المنزلة عند الله إذا لا شعلان وأولئك هم المفلحون يبقى أولئك لهم الخيرات والخيرات الجنات وأولئك هم المفلحون فجزم بفلاحهم وهؤلاء الرافض الخبثاء يقولون كفروا جميعا إلا بدعة عشر نفر قال تمام الآية أعد الله لهم جنات تجي من تحتها الأنهار الخالدين فيها ذلك الفوز العظيم وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنة والله بما تعملون خبير ففرق بين من أنفق قبل الفتح وقاتل وبعد الفتح وقاتل ومع ذلك قال الجميع وكل وعد الله الحسنة أو لما عدوا بالحسنة والله إذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل جل في أولا وهذا ثابت لجميع الصحابة وأما السنة فكثير كثير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم متحا لهؤلاء طبعا أولا قد نقول بأن في الآيات ما يزبط الفضل وأنه لا فضل لأحد جاء بعدهم إلا من صار على دربهم وش بقى الأدلة على ذلك بعد أذان نقول إن شاء الله كل درس من أدرسة نأخذها يراد به أنه يكون في يوم مستقل واحد وأنتم صابرون وذلك فضل الله وتيما شاء وأخشى عليكم أن تصفيروا حتى تموتوا فصفيروا حتى تموتوا همين عندما تقول أشكر صبركم حتى تموتوا يقولون لا بأس لا بأس دي معنى إيه هناك بأس نزيحه ما في بأس يعني ممتعدون لكن ما في بأس أما أن تعشق ما أنت فيه هذا أمر آخر تقول عشقنا هذه المجالس حقيقة الأمر هل في روح غير هذه الروح هل تعال ترون روحا غير هذه الروح الله خلنا روح قال الله تعالى ما يشق رسول من بعد ما تبعن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اللهم صحاب نولي ما تولى ونصريج أنما وسأت وصيرا ذلك يستدل بها الإمام شفع على الإجماع فهناك دليل واضحة لدى على أن السير الصحيح هو السير على طريق هؤلاء نعم شيخ والذين تعبون بإحسان رضو بطمعه والذين تعبون ما إيش اللعندك ما سؤالك والذين تعبون بإحسان يعني إحسان الذي كانوا عليه نفس الطريق ونفس المنهج والإحسان الذي كان عليه الصحاب نعم ممتاز وأيضا في قول تعالى في نعمان بينما أمنتم به فقد اهتدوا هذا منطوخ والمفهوم فإن أمنوا بغير ما أمنتم بي فقد ضلوا فقد ضلوا هو هذا التصريح في هذا وأما من السنة فكثير قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس على الإطلاق هو الآن خير الناس قرني ثم الذين يلونهن والخلاف في الرابع في القرن الرابع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على واحد سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة افترقت النصارى على سنتين سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وتفترق هذه الأمة على سنتين سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب وذكر وأصحاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم إذا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآى من رآني وصاحب من صاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآى من رآى من رآني وصاحب من صاحبني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يغز في آمن من الناس فيقال أفيكم من صاحب رسول الله فقال نعم فيفتح له وفي السيارة قال فيكم من صاحب من صاحب رسول الله فقال نعم فيفتح له إلى الثالثة والرابعة فيها خلاف والرابعة فيها خلاف أما أصحابك النجوم فأذا حديث باطل لم يصح قال النبي النجوم أمنة السماء فإذا جاءت إذا هبت النجوم أتى الصحابة ما تقعد أتى السماء ما توعد وأنا آمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي آمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد ما توعد وخيرية الأمة منوطة وخيرية الأمة منوطة باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهنا المسألة الأصيلة المهمة جدا في هذا الباب وهو أنه قال إن الإمام ابن القيم قال الكلام المشهور قال كما أنا لنبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافد لنا نواصل كما أن لا نبغد أصحابنا لتسمية الروافد لنا نواصل نحن لا نتأثر بالناس أنت الجماعة إن كنت على الحق ولو كنت وحدك كن على الحق وإياك والتردي وإياك والتذبذب لا يكن أحدكم إماع يحسن كما يحسن الناس ويسي كما يسي الناس لا فليوطن نفسه وأن توطن نفسك على محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين تدين الله به يعني السئلة تفضل الجزية الأخرى التي تكلم عنها ابن القائمة مسألة كلام على الجهمية وغيرها في التسمية والكلام على القدر والإمام بالقادر هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القاضي أستسمحكم بس لو في أسئلة تفضلوا لكم دقيقة أو دقيقتان للأسئلة ثم ندخل على المتن المتن مهم الآن ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين رية ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين رية فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلصي يتربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاحى المحيا ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم